السلام عليكم ورحمة الله هذا الفيديو بخصوص تعليق الدوام الحضوري والتوجه إلى التعليم الألكتروني لأن كثير من التعليقات تسأل سيد صحيح رحي عطل الدوام الحضوري خلينا نقراركم الخبر وبعدين أوضحها المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق يقول الوزارة حددت 4 تيام حضوري للطلباء و 5 تيام للملاكات التدريسية كما أنها علقت عطلة يوم السبت إدارة المدارس تقوم بتعويض المدرسين والمعلمين بيوم واحد بدلا من يوم السبت بعض المدارس تعاني من نقص الملاكات ما تضطر للإدارة يجعل دوام المدرسين يجعل دوام المدرسين والمعلمين 6 تيام ما يسري من قرارات على المدارس الحكومية يسري على الأهلية منها لا سيما بشأن الدوام المدارس الأهلية لديها عقد ارتباط مع الأهالي ومن الممكن اعتبار اليوم الخامس كدوام حضوري بمثابة دروس تقوية أو مراجعة الفرق الطبية تزور المدارس هناك نوع من الارتباط بينها وبين المدارس ندعو إلى الاتزام بالإجراءات الوقائية داخل المدرسة وخارجها مبين الخبر واضح يعني يقول المتحدث اكو دوام حضوري ما يعطلون الدوام الحضوري رأسا يعني ما تحدث بالدوام الالكتروني وقال الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل المدرسة وخصص للمدارس يعني اربع تيام حضوري وخصص للملاكات التدريسية وحتى على المدارس الاهلية تحدث يعني كل اللي يريد يسأل عن صحيح راحي يعطلون الدوام الحضوري والتوجه للتعليم الالكتروني لا لحد الآن اكو دوام حضوري هسا هذا نزل الخبر تقريبا نزلت على قناتي ساعة بالوحدة الا وهسا لان كثرة التعليقات حبيت ان اوضحها لحد الآن دوام حضوري ما اكو دوام الالكتروني وما يعطلون الدوام الحضوري خلينا نشوف اذا اكو اخبار عن يعني منه هي تشينقول اخبار عن تعطيل الدوام راح رأسا نزل لكم او بنسبة هسا طبعا للدور الثالث صف الثالث متوسط والسالس الاعدادي الآن مجلس الوزراء يعقد جلسته الاحتيادية برئاسة الكاظمي بس ينزل الخبر ان شاء الله خبر يفرحكم رأسا نزل لكم